يا صباح الفل عليكم وصباحكم زي الورد ومعاكم النهاردة فاطمة بو علي وهنقدم مع بعض النهاردة سنبوسة بشكل جديد وسهلة جدا اللي هي السنبوسة البيتي السهلة البسيطة جدا بصوا عاملة ازاي بصوا انفرها عاملة زي الفطير بالزبط تحفة عاملة زي البسكوت كمان لو اول مرة تشوفوا قناتي اعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك وشير علشان يوصل لكم كل جديد بقدمو يلا مع بعض نعمل السنبوسة الجميلة التحفة المقرمشة اللي بكل مكوناتها موجودة في البيت بكوباية دقيق هتعملي طبق محترم حالي والعيلتك بصوا مقرمش زي وهشي وجميلة جدا يلا مع بعض علم ادير بالله واول حاجة معانا كبايتين دقيق كباية اللي ربع لبن ومعانا معلقة زعتر معلقة حبة بركة كبيرة معلقة صغيرة سكر معلقة صغيرة بيكين بودر ربع كباية زيت او زبدة ومعلاقة خل والحشوة بقى زي ما انت تحبي انا هنا معايا جبنة فيتا او جبنة عكاوي او جبنة مشللة او جبنة موزارلة او اي نوع جبنة انت تحبيه ومعايا جزر مبشور وفلفل رومي ممكن كمان تضيفي زتول اي حشوة تحبي تعمليها استعمليها اول حاجة هننزل بالدقيق اللي عليه رشة الملح وهننزل بالزيت ونفرق كويس جدا دي خطوة مهمة علشان العجينة بتاعتنا طلع مقرمشة وهشة وجميلة اني الزيت يتغلل في حبات الدقيق ويبقى عامل زي الرمل المبلول زي ما انتوا شايفين كده وفرق فيه كويس جدا بعد كده هنزل بالملح والبكينبودر والخل وهنزل بالمية بتاعتي او الحليب وممكن كمان نستبدل الحليب بزبادي او لبن رايب هضيف شوية بشوية من الحليب مش هضيفه كله مرة واحدة علشان الدقيق بيختلف من نوع لنوع هنا هي اخدت مني كباية لربع الا معلقتين ممكن تختلف معيك حسب نوع الدقيق انا هنا بلم العجينة بس بدون اي عجل خلاص انا عجنتها كويس هحط على وشها بس معلقة زيت وهحطها في كيس تستريح حوالي نص ساعة في التلاجة علشان افردها كويس ما تكشش مني علشان هي مفاش اي نوع من الخميرة البيكينبودر بس هنا بقى جهزي الحشوة بتاعتك هنحط الجبنة وعليها حبة البركة ومعلقة زعتر صغيرة ومعلقة حبة بركة وممكن كمان تضيفي سمسم زتون مخلل اللي اعجبك وهضيف الفلفل الرومي والجزر وممكن كمان تعملي خضار سوتي بسلة وجزر وبطاطس تشوحي بالبصل الحشوة سهلة وبسيطة خالص خلاص احنا جهزنا الحشوة بتاعتنا هنسيبها على جنب ممكن كمان نضيف عليها بيضة علشان تعمل ترابط او ممكن معلقتين زتزتون او زباهية كده وضيفي اي نوع اجبال انت تحبيها وهنا العجينة هنسيبها تستريح نص ساعة وهنرجع نفردها مع بعض ونقطعها بالقطعها بالكباية بسكينة الموضوع سهل جدا وموفر واهم حاجة انك عملاها بنظافة وعملاها ببيتك بحب لولادك هو ده الحب بيوصل لولادنا في اي وصفة احنا بنعملها مع بعض يلا بقى تستريح نصها العجينة ونرجع مع بعض وانحنا بنفردها وهنا هنبتدي نفرد العجينة فوقها دقيق وتحتها دقيق رشة كده بسيطة علشان ان الشابة بتاعتنا ما تلزقش في العجينة هنعملها بسمكة اقل من نص سنتي باي قطاع عندك او كباية هنا كان عندي قطاع صغيرة هعمل حجم كبير وحجم صغير هي تبقى عاملة كده زي البراك طعمها جميل جدا وخفيفة وموفرة جدا والعجين اللي هنشيله هنلمه بدون ما نعجينه ونحطه في الكيس وبردو بنبتدي نقطعه تاني في الاخر قطع كده ورصي على اللصانية بتاعتك الحجم اللي ريحك اعمليه ممكن كمان تقطعيها بكباية هبتدي هنا بقى احشي هنا هحط اتنين على بعض من الحجم الصغير اللي انا عملته بس اهم خطوة تلزقيهم كويس جدا ممكن نعمل لها عجينة مية ودقيق نلزق بيها الاطراف علشان ما تتفتحش خالص او ممكن نضغط عليها بالشوكة الحشوة دي اختيارية زي ما انت تحبي وممكن كمان نعمل كمية ونفرزها في الفريزر نطلع منها كل يوم قبل الفطار ونقليها تبقى الموضوع السهل علينا دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتتفرز يعني عشان مش كل يوم ممكن نعمل عجين اضغطي كويس جدا عليها وكمان هنضغط عليها بالشوكة زيادة تأكيد هنا بقى دي هقفلها اللي هو زي شكل القطايف بصي الموضوع سهل وبسيط جدا ومش مكلف يعني ممكن كمان لو انت عايزة بقى تكلها طازة بطازة ممكن كل يوم تعملي كباية بالشكل ده وسبتيها بقى جامد بالشوكة علشان ما تفتحش اسناء الالي هنا بقى هنزينها بشوية حبة بركة هنبل الفرشة مية بسيط ونبتدي نرش حبة البركة او نعمل عجينة اللي قلتلكو عليها ونلزق بيها هخلص بقى كل المقدار بتاعي كمان العجينة دي ممكن نستعملها عجينة حلوة ممكن كمان نحشيها اي نوع مكسرات او عجوة او اي نوع تحبيه ممكن كمان نضيف القراصية والمشمشية والطمر ونعمل لها حشوة حلوة جدا ونسقيها بالصيرب بصي يعني العجينة مرينة جدا ممكن تحشيها اي حشوة تعجبك لمي بقى كل التقطيع دي كلها وحطيها في كيس وكمليها بعد كده هخلص كل المقدار بتاعي بالشكل ده ممكن كمان نقفلهم على بعض ياخدوا شكل حلو برضو بصوا هنا انا رشيت عليها حبة البركة لان انا عملت الفرشة بالمية وحضري بقى زيت سخنة عميق وابدقي حطي السمبوسة بتاعتك يعني قبل الفطار ممكن نقديها ونحطها في مصفة مايبقاش فيها اي زيت او نطلحها على منادي المطبخ مش هنحط كمية كتير في الزيت علشان ما تشربش معانا زيت ومهمة مهمة جدا انك تضغطي عليها بالشوكة علشان ما تفتحش اثناء القلي هنبدل نقلي فيها كده لحد ما تاخد اللون الدهبي وكمان العجينة ممكن نضيف عليها معلقة نشا صغيرة هتخليها كرزبي اكتر كمان اللون اللي انت تحبيه طلعيها من الزيت على الاساس دوت لو عايزها دهبي فاتح او دهبي غامل مهمة جدا ان نصفيها كويس جدا من الزيت شايفين اللونها دهبي وجميلة ومقرمشة طعمها من جوة عامل زي البسكوت كمان وتحس ان العجينة مورقة علشان احنا غلفناها بالزيت ممكن نستبدل الزيت بزيت ده او سمنة بصوا قلبها جميل ازاي كمان لو حطيتي فيها جبنة بتمط هتلاقي بقى كده الجبنة بتمط وهي سخنة هيبقى طعمها طحفة الحاجات دي موفرة جدا في البيت وكمان حاجة نظيفة انت ضمناها انت عاملاها بايدك وصفتها سهلة وبسيطة جدا مفيهاش اي حاجة وزينيها بقى كده بشوية كزبرة او شوية بقدونس وقدميها لولادك ان شاء الله على رمضان وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وانا بطبسط لما بكون معكم يا رب انتو كمان تكونوا مبسوطين واكون ضيفة خفيفة عليكم واللي تعجبوا الوصفة ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلوا كل جديد بقدموا ولم تابعتي على الفيسبوك تابعوا صفحتي حبهان ومستكا وعلى اليوتيوب مطبخ فاطمة ابو علي انا اتبسطت ان كنت معاكم واسبكم في رعاية الله ونتقابل في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة